حيدر ناصر كونه خبير يعني خنقول شونه جيناتها شونه الفرق برأيك ماك فرق أك فرق نعم تحية لكم و للقناة تحية لك صدراز تحية لديك دكتور هيتن قبل ما تجيبنا أنت أخذت اللقاء أو لا إن شاء الله أنا أطلب من دكتور أنا قتلة للدكتور هس قتل دكتور الهيئات التعليمية التكاتبيني نحن نريد من أعلكم حصة أنا بنسبة لي أنا أريد الطعام 50 ألف موجودة أسان و بالبداية كان نعم إن شاء الله طيب من رح تأخذ بايزر أم السرازينيكا أو الروم الصيني رح نجي نتكلم عن حسن الحد الموجود هو السينافورم الصيني طبعا أولا تحية لشهداء الجيش الأبيض وتحية للعلماء إدوارد جينر العظيم طبعا من الناسبة اللي قضى على أكبر جائحة قضت على 12% من سكان البشر بفضل اللقاح في وقتها ظهرت مدارس للأنتي فاكسينيشن ترسم صور لأنه استخدم الجدر البقر فبالتالي العلماء صاروا أمام موقف أنه شي جديد هذا وجائحة عالمية بالتالي انتصر طيب تحياتنا للجميع نجي على لقاح سينافورم سينافورم طبعا مناسب البحث نزل ضمن أرتكال هذا منهم هذا الصيني حتى وإحل مشاهدك اللي موجود عندنا حاليا احنا ما نتكلم على أراء شخصية نتكلم على بحث علمية أنا إذا عندي رأي شخصية ما يصر أطرحة إذا ما عندي دليل علمي أقدمه بورقة علمية مكتوبة أقدمه للعالم هذا مو بحث علم البحث العلمي قدمت اللقاح سينافورم اللي هو دبل بي آي بي كور V هذا اللقاح العالمي وانغو جماعته استخدم هذا اللقاح بطبيعة نوعه هو الان اكتيفيتد باكسين اللقاح المعطل يعني لا يحتوي على شفرات وثم المذكور شفرات وراثي زين سوضح لهذه النقطة تحديدا يعني شنو يعني مريد عبر هذه المفردة المواطن يريد يعرف ويباوه شنو اللقاح المعطل نعم اللقاحات تصنف حسب تصنيعها إلى عدة أنوان منها اللقاحات اللي تعتمد على اللقاحات المعطلة اللي هي أنكتبيت من ضمنها اللقاح سينافورم ومنها اللقاحات الموهنة اللي تعتبر يعني يعني الفيروسات موهنة مضاعفة ومنها يعني حية بس مضاعفة ومنها فيروسات like particle جزء من الفيروس subunit virus عفوه والأرأة أنها فاكسين رح نتكلم عنها أيضا وريكمبيننت فاكسين فيروس طيب احنا هذا اللقاح هو الآن اكتيبيت يعني كل المواد المذكورة بمصنوعة به وهذا البحث العلمي اللي قدمته المؤسسة العلمية بالصين من المؤسسة معد بكين طبعا نستخدمه بالتجربة بالبريكني يعني بالتجربة السريرية اثنيا مائكو جرام ويحقق نتائج برد الفعل المناعي هذا اللقاح جابه مادة اسمها بيتا بروبو لاكتون هذا المادة ضعفت المادة الوراثية للفيروس وبقت الأشواك وبالتالي حقناه بجسم الإنسان وبدأ أدى إلى رد فعل احنا نريد الأشواك هي المشكلة نصراع الجائح العالم كله وهي سبايت مادة البروتين هذا اللقاح المعبطل أنا أسأل سؤال ألم يتم تطعيمنا بشريل الأطفال لماذا لم أسأل عن تطعيمنا بشريل الأطفال هو اللقاح معبطل ألم يتم تطعيمنا بالهباتايتس تايب أي ويعرف الدكتور هو موجود باللقاحات مجموعة اللقاحات ألم عندما نولد وحقنا باللقاح البي سي جي الآن بدأت النظريات ضد عمليات التطعيم طيب مو مشكلة أنت اللقاح ليس إجباري يعرف الدكتور اللقاح ليس إجباري أختياري أختياري لماذا الآن البعض هل نختار إذا كان اللقاح ذات أهمية لماذا اختيار لماذا مجباري هذا مصير بلد داخل اندرجelin اختياري